تعالوا نعمل مع بعض خبز البرجر الهش والطريب مكونات موجودة بكل منزل بطريقة ولا أسهل بدنا كوب واحد من الحليب الدافئ معلقة كبيرة من الخميرة وكوب واحد من لبن الزبادي ربع كوب من الزيت النباتي وثلاث لأربع أكواب من لطحين الدقيق حسب الحاجة حسب القوام ورش صغيرة من الملح أول إشي بنحركهم بالمعلقة بعدين رح نعجينهم بإيدنا ليصير القوام مثل ما بتشوفوا زي هيك رح نتركها على جنب وندير فوقها شوية زيت نباتي ونمسحها عليها ونغطيها ونخليها تتخمر أقل إشي نصف ساعة بمكان دافئ هيك بعد ما تخمرت معانا رح نطلقها ونقطعها قطع متساوية تقريبا أنا قطعتها هون ثمان قطع رح نشكلها مثل ما بتشوفوا ونتفردها على صنية الفرن ونغطيها كمان مرة ترتاح نصف ساعة هسا بدنا شوية حليب مع معلقة صغيرة من النسكافة منحركهم مع بعض وندهن فيهم وجي العاجين ومنرش سمسم أبيض منفوتها على الفرن على درجة حرارة 170 لتصير معانا مثل هيك و ألف ألف صحاوهنا ترجمة نانسي قنقر